فيه سلام العبد بيقول مزاج القضاء وكرههم للاجئين وانعكاس كلية حياتهم على النطق بالحكم هل فعلا هناك او لمستي من بعض الحالات اللي كنتي بتروحي تكون معاك موكلين ان فعلا فيه هناك تعنت او خلينا نقول تزمت من القضاء تجاه اللاجئين اللي موجودين هنا او عنصرية خلينا نقول هو دكتور ممدوح الفكرة هي ما قدرش قابدت في الموضوع ده مية بالمية ولكن خلينا نقول ان فيه اعداد كبيرة جدا من اللاجئين جت عندك فيه نمسا بتقولك انا خدت اكتر من 100 ألف واحد او كوراني ودلوقتي فيه عدد كبير من السوريين واعداد ما زالت بتسيجي فهم حسوا ان فيه اعداد كبيرة وبعدين السوري هو ما قدرش يديله رفض يعني مثلا باقي الجنسياته الاخرى ممكن يديله رفضه وترحيل حتى العراقيين بقوا اللي بقاله تسع سنين هنا بيركبوا الطائرة وبيرجعوا بس السوري سوريا فيها حرب فهو مضطر يديله اقامة على الاقل حماية سنة فهم حاسين ان عندهم عدد كبير جدا ولما الشخص بياخد لجوء هو ما بياخدش لجوء لي لوحده وهي دي المشكلة اللي مواجهة النمسا انه هو ما بياخد لجوء بيعمل لمش عمل كل واحد عنده مثلا خمس ستة اولاد او سبع اولاد فبالنسبة لنمسا ده ضعب او ده ضغط اشتركوا في القناة